قصة أخرى متفاعلة عبر منصات التواصل ولكن هذه المرة من فرنسا إلى أجواء أخرى وأجواء النجوم وما يعيشونه خاصة بعلاقتهم الشخصية في بيكي ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا عام 2010 انفصلت شاكيرا عن نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة سابقا في جويليا من العام الماضي بعدما قضية أزيد من عشرة سنوات معا طبعا شاكيرا كانت قد أصدرت قبل أشهر قليلة وبمشاركة مغني الرب أزونا أول أغنية لها عقب انفصالها عن بيكي وجسدت شاكيرا في الفيديو كليب ألمها ومعاناتها وحزنها بعد الطلاق في مشاهد رآها المعجبون بأنها توجه كلامها إلى بيكي بعدما خذلها ودمر قصة زواجهم التي دامت 12 عاما وأطفرت هذا الزواج عن طفلين أطلقت شاكيرا أغنيتها الجديدة تتهكم فيها على طبعا زوجها السابق بيكي وصديقته الجديدة وحطمت الأغنية أرقاما قياسية بعدد المشاهدة تجاوزت 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة من عرضها كلمات الأغنية أثار الضجة وانتشارا عفوا واسعا لما تحمله من تهكم وسخرية من بيكي وصديقته وقالت فيها شاكيرا استبدل فراري بسيارة رينو واستبدل ساعة روليكس بساعة كازيو بيكي من خلال أحد برامج التلفزيون رد على أغنية شاكيرا وقال مزحا سنمنح كل رؤساء الفرق ساعة كازيو والآن لدينا اتفاقية مع كازيو لرعاية البطولة بطولة كرة القدم المقامة في بلاده هذه الساعة تعيش معك مدى الحياة هذا هو الفيديو الذي انتشر خلال الساعات نتابعه سويا ساعة الكازيو الذي لابسها وزحها للتدريب بسيارة توينغو التي تهجمت فيها طبعا في أغنيتها شاكيرا عليه نتابع سويا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة